ما هو الامبوت؟ ما هو المدخل؟ خلينا نشوف في البداية يعرف لك أنه الامبوت is raw facts حقيقة خم حقيقة ما حد غيرها ما حد لعب بيها لم يتم مستها that are entered يعني يتم إدخالها into the computer التي يتم إدخالها في ماذا؟ في الكمبيوتر حلوين جيت أكتب سارة جيت أكتب علي جيت أكتب أي نص في الكمبيوتر إذن أنا هنا دخلت بيانات دخلت ماذا؟ بيانات اللي هي data input takes one of the following shapes يعني الامبوت ممكن تكون واحد من هذه الأشكال كده ترشمتها بالعربي define يعني عرف وهنا list يجيك سؤال يقول لك مثلا عدد لي عدد لي إيش هي أشكال الامبوت؟ يأما إني أنا أدخل data عادية يعني أدخل له text, letters, numbers هذا واحد أو إني أدخل software instructions يعني تعليمات برمجية يعني مثلا أكواد, برامج المهم إنه شغلات في الأكواد شغلات في instructions بالتعليمات شغلات كودية حلوة شغلات تبع مبرمجين شغل مبرمجين حلوين؟ طيب ثالث شي إني أدخل user commands أوامر للمستخدم يعني مثلا لما أنت تضغط بالماوس تختار شيء إذن هذا أنت سويت action معين سويت control معين اختارت مثلا أيقونة معينة icon معين اختارت مثلا select the window معينة إذن أنت هنا user صح؟ وعطيت command عطيت أمر حلوين؟ فأنت هنا دخلت input رابع شيء اللي هو responses اللي هو الردود يعني مثلا لما يجي الكمبيوتر يسألك هل مثلا تود أنك تحفظ هذا document اللي أنت شغال عليه ملف الword اللي أنت شغال عليه أو مستند الword اللي أنت شغال عليه ألك هو يقول لك yes or no رح تقول له مثلا yes فأنت هنا أنت رديت أنت سويت response سويت رد إذن سويت reaction عشان ردت فعلك to word تجاه the computer question تجاه أسئلة الكمبيوتر سواء save سواء shut down هل تود إغلاق مثلا جهازك الحاسوبي shut down تقول له yes حلو؟ فأنت هنا دخلت له input لكن ال input هذا كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن reaction عبارة عن ردة فعل تجاه سؤال الكمبيوتر إلك حلوين كذا يا أبطال جدا سهل لازم نعرف في هذه السلايد إيش هو ال input تعريفه وأنواع ال input الكمبيوتر هاردوير input devices نتكلم الآن عن أجهزة اللي أنا أستخدمها عشان أدخل ال input إيش هي ال input devices إذن تعريفة إيش إنه هي they are used هي تستخدم to input data عشان إنك تدخل بيانات into إيش into the computer لاحظوا معي كلمة into يعني يعني تدخلها جو الكمبيوتر they are connected to the computer هذه ال input devices هي تتصل بي الكمبيوتر من خلال ماذا؟ من خلال بورتات بورتات يعني بالعربي منافذ مثلا منافذ ال USB منافذ ال HDMI منافذ السيريال هذه كلها أنواع مختلفة من ماذا؟ من بورتات الكمبيوتر إذن لما أجي أسألك كيف أنت تشبك أي input device بكمبيوترك راح تقولي من خلال بورتات they come in several shapes ال input devices تأتي بأشكال مختلفة according to the input type وفقا لماذا؟ نوع ال input يعني مثلا لما أنت تبغى تدخل نص ما راح تروح تستخدم اللي هو مثلا اللي هو المايكروفون صح؟ لما أبغى أدخل نص أكيد راح أروح أستخدم الكيبورد لما أبغى أدخل sound راح أستخدم المايكروفون إذن أشكال ال input devices هي تختلف according to للإمبوت ونفس الكلام على فكرة راح يطبق في ال output devices في أجهزة الإخراج أكيد لما أبغى أطلع نص ما أروح أطلعه مثلا بالسبيكر بالسماعات يعني هذا كلام منطقي أو كلام بديهي خلينا نتفق في فارقة يا جماعة ترى ما بين المايكروفون والسبيكر المايكروفون هو input device جهاز إدخال المايكروفون اللي هو اللي نتكلم فيه لما أحد مثلا يتصل علينا وتكون حاطط مايكروفون تتكلم خلاص أو تكون تكلم أحد بالنت تحط مايكروفون وتتكلم لكن اللي هو السماعات اللي هي تطلع لك صوت ما تدخل لك صوت تعتبر output device يبدأ يكلمني الحين تفاصيل inputting text إدخال نص يلا نأخذ شوية قهوة نصح صح كذا الشابتر شوي ممكن يكون طويل لكنه حلو مثل ما قلنا كل التفاصيل موجودة في شروحات الكتاب أبغاكم ترجعوا لها الكتاب هو مرجعكم الأساسي عرف لي هنا الكيبورد لما ناجي أسألك ما هو الكيبورد الكيبورد هو أداة الإدخال الأساسية في الكمبيوتر علشان أدخل text it translates يعني إنه يترجم اللي هو الكيبورد الكيبورد على المفاتيح برباطك على المفاتيح نسميها كي سترك يوميك اللي أنت تسويها into a signal يحولها إلى ماذا إشارة that the computer understand اللي يفهمها ماذا الكمبيوتر إذن الكمبيوتر ما يفهم scene ولا يفهم ألف ولا يفهم رأة ولا يفهم تأمر بوطة اللي يصير إنه الكيبورد هذا يأخذ الضربات اللي أنت سويتها على الكيبورد ويحولها إلى signal هذي السجنال يفهمها الكمبيوتر هنا يبغاك بس تعرف إنه من أمثلة على الكيبوردات الكلاسيك كيبورد الكومباكت كيبورد والثامب إيش كيبورد inputting sound إدخال الصوت إنت من شوي كلمتني كيف أسوي inputting للتكست الحين بتكلمني كيف أسوي inputting للساوند أدخل صوت مين اللي يدخل صوت يا حلوين المايكروفون المايكروفون راح تلاقي وإنت تعرف الجهاز إنه into the computer يدخل اللي تكست into the computer يدخل اللي صوت into the computer يدخل اللي image into the computer خلاص sound must be in digital form أبغاكم please drag zone في هذا النقطة لأنها جدا مهمة sound must be يجب أن تكون in digital form so the computer can process نعم هذا شيء منطقي صح الصوت لازم يكون بشكل رقمي علشان الكمبيوتر يقدر إنه يعالجه طيب أنا كبشر لما أتكلم في المايكروفون كيف أحول الصوت إلى رقمي ما أقدر أنا الصوت حقي كبشر نسميه ماذا نسميه analog أنه أنا كبشر ما أقدر وأنا أتكلم أتكلم بلغة الصفر والواحد لأن الصوت اللي عندي رح يطلع بصيغة نسميها analog تناظري الانالوج هذا لازم يتحول إلى ماذا digital ليش إلى digital علشان الكمبيوتر يفهمه من يقوم بهذه العملية يا أبطال الحاسب اللي يقوم بها لساوند كارد كرت الصوت كونفيرت دي ساوند فرم انالوج فورم اللي هو كلامنا الطبيعي الناتشرل اللي الله خلقنا نتكلم إلى صيغة رقمية طيب إذن عيد مرة ثانية من انالوج إلى دي جيتل منو يسوي هذا الكلام الساوند كارد طيب لو أنا أبغى الصوت يطلع من الكمبيوتر يعني output إيش اللي راح يصير راح يصير العملية عكسية يعني من دي جيتل إلى انالوج يعني انت تبغيرين تفهميني انه الساوند كارد يحول من انالوج إلى دي جيتل ومن دي جيتل إلى انالوج نعم according to الحالة عندك يعني مثلا انت الحين شغلت أغنية بالكمبيوتر الأغنية هذه انت فهمتها يعني انت كبشر فهمان الكلمات فانت فهمانها إذن هي طلعت لك انالوج مين خلها تطلع انالوج ساوند كارد والعكس صحيح انت لما تكلمت مثلا جالسة تسجل صوتك تتكلم بانالوج لما تتكلم بانالوج الكمبيوتر ياخذه ويحوله إلى ماذا إلى دي جيتل في أسهل من كده أبغاك تعرف انه هذا شكل الإشارة الانالوج شايفين موجة انالوج ويفز لكن نحن إشاراتنا الديجيتل اللي فهمها الكمبيوتر zero or one إذن يا فوق يا تحت واضح؟ هذا مين؟ هذا الجميل اسمه إيش؟ الساوند كارد وإنتم تذاكرون تنتبهون لأشكال القطع يعني مثلا كرت الصوت تعرفه كرت الشاشة تعرفه شكل المعالج تعرفه الرام تعرفها الروم تعرفها كل شيء أو كل قطعة في الكمبيوتر تمر عليك حاول أنك تعرف صورتها وتشوف شكلها أصلا في الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر